يلا نشوف انتو قلتو ايه المصر اليوم صور التلاتين يونيو تعتبر يوم من ايام الله ده بص بقى ده علي كفتة انا قلت النهاردة على عمفتاح سيسي النتن ده شيخ من التنين بقى علي كفتة ده صور التلاتين يونيو تعتبر يوم من ايام الله لانه ازح فيه الغمة ونصر المؤمنين ومكنهم في الارض وازال الفسقين الفسدين المجرمين لعت الله عليهم اشمعين ياخي لعنت الله عليك انا عايز اقولك ان علي كفتة وهو لابس النضارة الصودة دي تقريبا كل اللي بيبقى مكسوف من اي حاجة بيقولها زي عبدالفتاح سيسي لما تفتكروا كده لما وقف لابس النضارة الصودة وحط وكان لابس بدلة القذافي وقف يقولك ايه انزلوا ادوني تفويد وامر النقضي على الارهاب المحتمل فكان لابس النضارة الصودة عشان علماء يعني بتوعى الطب النفسي والحاجات دي هم اللي علمونا الحاجات دي وبيتكلموا فيها انهم بيبقوا مكسوفين من اللي بيقولوه عاملين عاملة علي كفتة عمره عمره لهو في كامل قوال عقلية كده وبقردته وبقردته وبالعلم اللي عنده هو على فقه عنده دين يعني وعنده علم عمره ما يقول كده ابدا بس التعريض لما بيزيد عن حده بيخليك تعمل اي حاجة فعلي جمعة عرض تعريضه ملهاش حل فقال لك يوم من ايام الله زي كده ما المسلمين انتصروا في غزوة بدر كان يوم من ايام الله فتلاتين ستة بقت يوم من ايام الله عند علي كفتة المنتن وعبد الفتاح السيسي شيخ المنتنين تخيلوا بقى ان تلاتين يونيا اللي جابت لنا القرف اللي انا عدت عنده لكم في اول ما بدأت الحلقة ده وجابت لنا العميل الصهيوني علي جمعة طالع شيخ الفتة وخدام البيادة بيشبهها بغزوة بدر اللي رسخت اصلا غزوة بدر دي لدولة النبي صلى الله عليه وسلم يا علي يا علي ارجع لربنا يا علي يا جمعة ارجع لربنا وافتكر مش انت يا علي علي جمعة اللي معاني ارجع لربنا وافتكر انت هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وهتتسئل هتتسئل عن الكلام ده ده الكلام ده بيتكتب بيتكتب وبتسجل عليك هتقول للربنا ايه يا اخي هتقف قدام ربنا ازاي وتقوله ان انت شابت تلاتين ستة بغزوة بدر والله العظيم انت بجد صعبان علي يا علي يلا نروح لياسر المناوهلي بيقول كنا واصبحنا بعد مرور خمس سنوات مصر قبل وبعد تلاتين يونيو ايه بقى الموضوع قبل تلاتين يونيو ستة تسعة وستين ده سعر الدولار بعد تلاتين يونيو سبعتشر تسعة وتسعين طيب لتر البنزين جنيه خمسة وتمانين اللي هو تلاتين وتسعين بقى ستة خمسة وسبعين تسكرت المترو من جنيه لسبعة جنيه استوانت الغاز من تمانية جنيه لخمسين جنيه واحد واربعة من عشرة تريليون جنيه الدين الداخلي بقى تلاتة وستة من عشرة تريليون جنيه الدين الخارجي اربعة وتلاتين فاصل خمسة مليار دولار بعد تلاتين سونية اتنين وتمانين فاصل تسعة مليار دولار معدل التضخم عشرة وسبعة من عشرة في المية بعد خمسة وتلاتين في المية ستة واربعين سجن عدد السجون قبل تلاتين يونيو بصت بقى معلم بعد كم تسعة وستين سجن مساحة مصر مليون كيلو متر مربع انا كنت فاكر بقى ان دي هيبقى فيها نكتة بجد الله ان يوجي كمان في الاحصائيات ديقول مساحة مصر او فيه مساحة بلد بتقل يا جماعة يعني بتكش مسلا بيعملوا فيها ايه بس فعلا فعد عبدالفتاح السيسي البلد كت مليون كيلو متر مربع باقت مليون كيلو متر مربع الا جزرتين والله العظيم والله العظيم وانا بقرأ الاحصائيات ديالوقتي كنت فاكر لما قريت كلمة مساحة مصر ان هيبقى في حاجة كوميدية مثلا بتتقيل اكسم بالله لكن ده فعلا ده حقيقة فعلا احنا نقص جزرتين دلوقتي من بلدنا ومساحة مصر قلت على ايد عبدالفتاح السيسي دي حقيقة ممكن اي حاجة يعني تكذبوها الا الارقام الارقام ما بتكذبش يعني ما ينفعش الارقام تكذب اي حد بقى عايز يقول ان استيسي عمل نهضة لازم يعني ايه خش عليها معلم بالارقام دي وتخزق عينيه بالارقام دي وتحطها له في عينه كده يمكن ربنا يعميه ولا حاجة زي معالجهم على بس الندرة السودة كده عملي فعب حليم حافظ يونا روح لسنة اللي قالت مش قادرة تخيل ان في ناس مشت وراء العرر دي والله العظيم فعلا يا سنة انت عندك حق والله العظيم انت ممكن فعلا ممكن بجد فعلا حد يقف يا حد يمشي معاذة ده يعني ممكن راح يقف طب ده ده كانت شهرته اصلا محمود بنجو محمود بنجو طب بص اقول لك على حاجة الناس الناس عشان تبقى انتوا فاهمين وما نظلمش الناس بس عشان دول فعلا عرر بس الناس ما متشدش وراء العرر الناس ما متشدش وراء العرر دي لا ده كان فيه بقى آلة اعلامية هي اللي عملت من العرر دول حاجة ولما عيتهم ويجابتهم وبقى محمود بنجو ده انا بدعوك وجميع اكتبوا كده آآ محمود بنجو دي كتبوها كده على اليوتيوب وشوفوا الوقت محمود ده وهو رائع عند هشام جوهر في مدان عبد المنعم رياض طلع من عنده هو فوق للقناة العربية وكان اول آآ خمسمائة جنيه بياخدهم في ظرف كده وهو امروح محمود ده 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 واقع انا شاهد عليها يعني اول خمسمائة جنيه كان ياخدوا من حطهم في جبه امروح وكانوا بقى بدقوا يعدوه ويطلعوا في الاعلام والامارات بقى والسعودية وبتاعه الكلام ده كله وبدقوا لما وقلوا لقى تشرتات دي مش هتنفع معانا كده فلازم تتنجر شوية وتجيب لك كم قميس كده محترمين وتلبس حاجة عيدلة كده وتطلع وهو هو اللي كان بيشتم وهو هو اللي كان بيذكر وبدأ الموضوع يمشي وبعد كده جامل اعلى اصحابه العرر دول والاعلام بقى بقى شغال 24 ساعة ويكبر فيهم والمليارات يا معلم من الخليج والبلطجية في الشوارع وجيش بيدعم وجهز الدولة بتتأمر وليلة كبيرة قوي القصة مش حابة العرر اللي انت شفتوهم على الشاشة دول لا الاهلة الاعلامية ورز الخليج والفلوس والدعم هو ده اللي خلى الناس اللي خلى الناس تنجرف وراء هؤلاء العرر مين بقى بجد يعني يا الله العظيم انت لو عاد تتفكر 40 سنة 100 سنة لقدام عمرك ما تتخيل ان العرر اللي احنا جيبناهم دول هم اللي وراء 36 محمود الحرب بيقولك زي النهاردة الناس كانت بتنطوا في اصول الاصر الرئاسي علشان مرسي ديكتاتور النهاردة بيخافوا يعملوا لايك على بسط عن فوائد البلح بس خلاص فوائد البلح ايه عم محمود ده انت الراجل بتاع الازع راجل يعني خلاص يعني تقريبا خلاص الراجل تلعب معاش اساسا فبيقدم راجل مزيح في الازع اسمو حمدي مش عارف ايه كده راجل محترم يعني فبيقول اللهم عليك بالظالمين وان كنا قد دعمنا ظلما فاننا نتبرق اليك من دعمنا للظالمين اتشال يا معلم من الازع فعلى رأيه انت لو جيت تكتب اي حاجة فيها بلح او تقول بلح او تجي تتكلم في باع البلح دلوقتي خلاص انما يوم الدكتور مرسي راحوا باللوادر قصروا الباب قصروا باب الاتحادية ووقفوا وكتبوا على الاسوار وشتموا وقالوا ادابهم والاعلاميين طلعوا البطن الوسخة اللي كانت شيلاهم طلعوها على الشاشة واقعدوا يقولوا يا مرسي ويا كافر ومش يا كافر وحاجات كتير كده يوسف الحسيني وناس ملهاش اي تلاتين لازمة في الدنيا اتجراءوا وقالوا وعملوا دلوقتي عايز اشوف الرجالة دول فين اذا كانوا رجالة اصلا يلا الروح لمحمود ولا خلاص قلنا محمود ناخد بقى ايه مسلم ولا مسلم بيقول يوم كسائر الايام والايام دول الايام تأتي وتذهب على من ادعى ومن ظلم فهناك يوم طويل للبطن لا ينتهي والحق ايامه اكثر ولكن لا تطل فلا تحسبن الظلم يطول فما من يوم طال ليله الا وبان له الفجر وغدا سيأتي يوم اغرن مثل ايام البدر فاصبر لحكم ربك حتى يأتيك القدر تمام لازم الامل في التغيير يفضل موجود لان الفجر جاي جاي الليل بييجي وبيطلع بعديه الصبح والدنيا يعني دي سنت ربنا سبحانه وتعالى في الكون فيه الليل وفيه نهار وفيه ابيض وفيه اسود بس لازم الامل يكون معاك عمل ما ينفعش امل وبس لازم امل يصحبه عمل عشان ما يبقاش تواكل ما يبقاش احنا كلنا عملين نرمى على بعض وكلنا نقول هي الصورة وهي الصورة وكلنا مستنين حاج تاني يعملينا صورة غيرنا فمش هينفع احنا لو قلنا صورة يبقى احنا لازم احنا لنعمل الصورة يبقى لازم روح الصورة ترجع تاني وكل واحد فينا يشتغل عشان نحقق حلمنا اللي بجد لانه كل فكرة نكحة بتبدأ بحلم يلا روح لأحمد عبدالجواد الصحفي احمد عبدالجواد بيقول النخب الذكية تدعو الشعوب كي تنتخب صانعي نهضاتها نخبة تلاتين يونيو الغبية دعت الشعب المصري كي تعيد لصوصها وجلاديها الى الحكم بحييك على هذا الكلام الرائع يا عوستاذ احمد للأسف ربنا مش بس ابتلانا بحكام طغا وظلمة وخونا لا ابتلانا كمان بنخبة والله يا جماعة ما تفرقش كتير عن الحكام نخبة بتحكمها المصلحة يبقى النتيجة لازم تكون بالشكل اللي احنا وصلنا له ده لما تبقى نخبة فاسدة وحكام فاسدين انت عايز تاني لا اللي معه ولا اللي مع ضد عارفين يوقفوا واقفة صح مع نفسهم عشان يقدروا يكملوا الطريق ويعملوا نتيجة ايجابية يلا روح لعمر يا مؤمنين ده ربنا شق البحر لسيدنا موسى عشان يهرب منها هو في كده طبعا يعني عمر اه فعلا عمر مصري فيها جبروت وفيها طغيان من زمان وواضح ان الحكام بيورسوا الطغيان والجبروت ده كابر عن كابر وتحس كده ان مفيش فرق بين اه الفرعنة باختلافهم بقى مع بعض لحد ما وصلنا لعبدالفتاح السيسي يلا روح لكارلس لطوف نشوفه بيقول ايه كارلس لطوف بيقول ياسمين الخطيب شاركت في تحرير بلادي من الاحتلال الاخوين. عايزة اقولها بصوت ياسمين الخطيب بس ما عرفش مش عارف اجيب صوت هيسمين الخطيب. تخيلوا بقى ان دي العينة اللي لسه التفتخر ب تلاتين ستة ياسمين الخطيب. لسه التفتخر بتلاتين ستة لحد دلوقتي. انا عايز اشوف حد من الناس العادية. لسه بيشكره هما الناس بتعمل حاجه ما بيشكروش وما بيعملو حاجة تانية. لتلاتين ستة دلوقتي. عايز ما حد يكون بيشكر ولا يقول حتى انه شاف يوم عدل من بعد تلاتين ستة طبعا مش هتلاقي بلاش بقى اكمل كلام عشان كده حلو يا انا اروح لهودا منصور هودا منصور بتقول لك يا اخويا كل عيد ولو اكل عندنا سلوا بلدنا كده تلاتين يونيو دي ناكل فيها ايه مقلوبة ناكست تلاتين يونيو اه والله صحيح هو لو في حد كل في تلاتين يونيو ففي ناس كتير كلت على افاها بصراحة اخر بقى بست معنا الروح لكريم اسلام اللي قال في البست بتاعه ليخبر الجميع اولادهم انه لا ثورة في تاريخ مصر الا 25 يناير ومن ينكر ذلك فهو اما كاذب او منافق الكاذبين والمنافقين كتير جدا يا اسلام دلوقتي